بص يا كريم هو الموضوع ده مردود عليه باختصار وبهدوء شديد جداً هي الشيء عدي بتطلع امتى؟ قبل ايام من حسب بطولة الدور وبطولة الكاس مصر بروف عليك فتأكد ان في الف مصدر هيصدر لك النوع ده من المشاكل نعم لو انت نفسك قصير هتبقى بر المنافسة لا انا مش عايز ادي ودني لهذا الكلام يا سيدي النادي فيه فلوس او ما فيهوش فلوس ملكش دعوة نعم مش بتاعتك نعم دع النادي نعم النادي ازاي ما فيهوش فلوس هو عام 11-12 صفقة منهم بعض اللاعب اخدوا مقدمات عقود نعم يعني انتو بتتكلموا ما فيش فلوس انت بقتسهب ايه نعم نمر اتنين النهاردة الزمالك بيسدد المديونيات القديمة بيش هقول ايام اللي جان المهم انها موجودة على النادي الزمالك بلها سنة او اتنين و سنة ونص موجودة نعم الزمالك بيخلصها مأسوا مع الكاف او مع الاتحاد المصري نعم او مع التحاد دولي يعني الراجل في كل مكان سدد الخلاة اللي كانت موجود نعم ما عندناش فلوس انت مالك يعني خلينا ما عندناش فلوس سبنا نكمل نعم 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 مصلحتك انا احنا باش عندنا فلوس واسمع لي ونسبت الفلوس يا كريم والتعاقدات والكلام عن اللعيبة يعني انا هقول خبر اه مفترض انه يعني من مصادر سعودية نعم انه يبدو ان صفقة طريق حامد مع التحاد جدة بتسلك نفس السلوك بتاع محمد ابو جبل مع النصر السعود نعم معنا استاذ محمد الخالد واكد نفس المهم النهاردة نونو سانتو مدرب الفريق اللي هو التحاد جدة نعم قبلغ الادارة رسميا انه ليس في حاجة لطارق حامد نعم قال لهم ان طارق حامد اداء ولا يتناسب مع الطريقة اللي هو هي العبية وبالتالي انا مش عايز والادارة بتفزي المجهودات كبيرة جدا علشان تحاول تقنع المدرب يضمه وانت عارف ان طارق حامد اللي ما يعرفوش الناس مضى سنتين بخمسة مليون دولار فاعتقد ان المسألة كمان ممكن تلاقي طارق حامد تاني موجود في جامعة دول عربية بيقول انا مستعد امضي وشلولي وعملولي فاحنا اللعيبة بجينا ببلاش مش عايزين فلوس هنمض اللعيبة